وطبعا وليد يمكن حالة مميزة حالة فريدة في كورة القدم المصرية بشكل عام لو كلمنا عن النادي الاهلي أكيد خلاص وليد سلمان حفر اسمه من ضمن أساطير النادي الاهلي ده طبعا يمكن الإشادة الكبيرة اللي حصل عليها وليد في الفترة الأخيرة لكن علاقته وارتباطه بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بالأخص هي علاقة مهمة جدا أي لعب يعني بينال حب جماهير النادي الاهلي انتم عارفين جماهير النادي الاهلي يمكن بتكون حساسة جدا وعندها صدق جدا في المشاعر بالنسبة لأي لعب النهاردة وليد سلمان فعلا يعني بيدخل قلوب جماهير النادي الاهلي في شكل كبير جدا جدا وليد كمان خلاص هو كمان بيتكلم بيقول أنا أنا بمشي في الشارع ورفع راسي يعني أهم كتير جدا جدا من حتى الجوائز والفلوس وكلنا شايفين جماهير النادي الاهلي والعلاقة الرائعة ما بين وليد سلمان وجماهير النادي الاهلي لو كانت جماهير موجودة في الملعب لكن العلاقة على السوشيال ميديا أكتر من رائعة خلينا نتكلم أنه كان فيه مبارح في المباراة نقطة مضيئة جدا جدا لكن يعني النقطة المضيئة بالشكل كبير جدا ويمكن نشوفنا اللقطة بتاعت موسماني وقد إيه كان منبهر بأداء وليد سلمان وخاصة في الجوني التاني اللي جابه بشكل أكتر من رائع ده بيدل على قيمة وليد سلمان قيمة وليد سلمان مش بس في القيمة داخل الملعب كلينا نتكلم وكلمنا هنا في البيت الكبير أنه كمان قيمة وليد سلمان على المستوى الشخصي على مستوى ككابتن من كباتن فرقة النادي الاهلي اللي بيقوم بدور أكتر من رائع في غرف الملابس من خلال تواجده حتى على دقة الاحتياطي وليد سلمان بينزل نزل عشر دقائق نزل خمس دقائق بيكون ليه شكل في الملعب بيغير أداء الملعب بيحرز أهداف فخلينا نتكلم أن مبارح مبروك للنادي الاهلي فوز كبير فوز عريض على الانتاج الحربي فريد الانتاج الحربي بصراحة كمان قدم الشرط الأولاني مباراة أكتر من رائعة بقيادة طبعا الكابتن مختار مختار اللي دايما بيقدم مباراة جيدة أمام النادي الاهلي لكن كالعادة أو للمباراة التانية على التوالي الوجه الجميل بيظهر ليه النادي الاهلي في الشرط التاني بتغييرات مميزة جدا للمسلماني بوجود وليد سليمان بأهداف أربعة أعتقد أهداف جميلة جدا من أجمل يعني نتكلمنا علم علول أنا في وجهة نظري أفضل ظهير أيصر مش في مصر بس يمكن في أفريقيا وهدف رائع بعد كده كمان حسين الشحات بعد شوية من هو كمان بعد الهدف الرائع اللي جابه تحس أنه هو كمان ميداق لأنه حاسس بنفسه حاسس أنه عنده أكتر من كده يمكن كرة مش ماشية معاه لكن بيرجع بيجيب جون أكتر من رائع الجون التاني كمان الحاوي وليد سليمان بيحرز هدفين يعني مباراة النادي الأهلي مباري حسين بصراحة خاصة من الشوت التاني يعني بتطمن جماهيري النادي الأهلي أنه عندنا فرقة تقيلة عندنا فرقة مميزة لما العناصر وكل عنصر بيكمل التاني ما ننساش بدر بنون كمان على المستوى الدفاعي أكتر أكتر من رائع بشكل كبير ويعني شفنا كمان أكرم توفيق أكرم توفيق لعب بكيمين أدى بشكل معقول عندنا كمان الشوت التاني بعد نزول محمد هاني دخل في نص الملعب بيقدي بشكل أكتر من رائع زي ما انت قلت في كل مركز عندنا الحمد لله أكتر من لاعب مفيش لاعب بيغيب عن الفريق وتحس أن فيه هزة أفشى ضروري جدا يكون في الملعب وليد سليمان عنده دوره بوالية زي ما انت قلت جاي رغم أنه بيضيع أهداف شوية لكن جاي في الطريق إن شاء الله وإحنا متأكدين هنكون عنصر هم جدا عندنا كهربع بدر بنون أيمن أشرف يعني الحمد لله إحنا فرقة النادي الأهلي متطمينين إن شاء الله بالإصرار ده وبالشغل الفني والإداري أعطاكم إن شاء الله نحن هنروح بإذن الله للنجمة 43 إن شاء الله